عشرات الجرحى وشهداء من متظاهري ذيقار السلميين سقطوا برصاص القوات الحكومية وميليشياتها مشهد متكرر لإراقة دماء العراقيين التي أصبحت مادة رخيصة لصراع الأحزاب من أجل السلطة جرح التظاهرات علجوا في مواقف السيارات بالمدينة خوفا من الذهاب إلى المستشفيات بحسب منظمة العفو الدولية التي تهمت حكومة الكاظم بالفشل في التصدي لحالة الإفلات من العقاب التي يقتل بسببها المتظاهرون بعد تلك الدماء التي روت أرضاً ناصرية أقيل المحافظ ناظم الوائل المتورط بالفساد ليستبدل بتاين عبدالغن الأسد الذي رفضه ثوار ذيقار معاكدين أنهم لن يقبلوا به ولو لساعة واحدة ولن يتراجعوا عن مطالبهم بمحاسبة جميع القتلة والفاسدين هيئة علماء المسلمين في العراق قالت إن هذه الأحداث الإجرامية المستنكرة والمدانة التي ترتكبها القوات الحكومية تؤكد بشكل قاطع أن مسلسلة خريب البلاد مستمر ويسادف كل من يدعو إلى خلاص العراق واستقلاله وإسقاط الطغمة الفاسدة وأشارت الهيئة إلى أن عدم اهتمام الحكومة الحالية بأحداث ناصرية واستخدامها القوة المفرطة في إنهاء التظاهرات وعدم محاسبة مرتكبي الجرائم لن يزيد المتظاهرين إلا إصراراً على مطالبهم المشروع بينما حملت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي حكومة الكاظمي مسؤولية الجرائم الشنيعة التي ارتكبت بحق أهالي الناصرية والتي تتعرض للسداف ممنهج من قبل القوات الحكومية وميليشيات الأحزاب الإرهابية بهدف قمع الحريات فيها المرصد العراقي لحقوق الإنسان اتهم حكومة الكاظمي بتجاهل مطالب المتظاهرين في الناصرية مؤكدة أن أعمال عنف كبيرة ترتكب ضد المتظاهرين في ظل صمت حكومي وصفه بالمريب فيما قال السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي إنه لا يوجد مبرر لاستخدام القوات الحكومية الرصاص الحي بهذه الطريقة ضد المتظاهرين السلميين في ذيقار الناصرية التي تعاني من الإهمال والبطالة والفساد الحكومي وترد الأوضاع الاقتصادية على الرغم من ميزانيتها الكبيرة جدا والتي سال لها لعاب المتصارعين للاستحواذ عليها فالمحافظة لا تزال تنزف بحسب وصف موقع ميدل إيست مونيتر وما خرجت إلا للمطالبة بالحد الأدنى من حقوقها فجوبهت بالرصاص والقتل والاعتقال ذلك الحل الذي لا تعرف الحكومة وميديشياتها غيره ما جعل الطبقة السياسية بأحزابها الفاسدة أمام تحديات كبيرة في مواجهة العراقيين ترجمة نانسي قنقر